نقول لك هارد لك الشباب خسر لاعب بجرات الشيط الأول وما تفاعلتوا أنتم مع أحداث المباراة جماهير أيضا تفاعلت اليوم رغم النتائج السلبية لنادي الاتحاد أن الظروف الملعب كانت مختلفة اليوم بسم الله الرماحي مبروك فريق شباب هارد لك فريق نادي الاتحاد اليوم ما قدمنا كورة طيبة الشيط الثاني بعد الثرد يعني مسكنا كورة الجمهور تفاعل معنا صراحنا حاولنا يعني شفت الفرصة هكذا غير ذلك يعني لو جات أنت تغير مجرى كثير في المباراة لكن ما سمحت لنا وما توفقنا فيها بعدها الشباب سجل قول وقال ما تشاهد يا فيما تركها سامة أنت من أبرز اللاعبين في المملكة العربية السعودية وصاحب خبرة كبيرة ولك سنين تلعب من فئة الناشين حكم قراءتك وقربك من نادي الاتحاد شيء اللي احتياج اللاعبين للاتحاد عشان يرجعوا الوضعهم الطبيعي والله صراحة نتكاتف نرجع مع بعض يعني زي ما كنا أول والجو اللي دارة كمان نتكون معنا نتكاتف الجميع لازم يتكاتف لأنه يرجع الفريق صراحة الموسم دايما يمكن شبهة انتهى يعني باقي بطولة بس يعني كاس الملك إن شاء الله بنحاول لكن على وضع هذه صراحة ما ظنتي يعني يكون في شيء ما في أمل في بطولة كاس الملك أفهم مننا؟ إذا كنا على حالنا زي كده صراحة صعبة يعني زي ما انت شايف الشباب الأهلي اللاعبين رسالة خيرة من وسام المولد لمن يهمهم الأمر في الاتحاد إيش تحب تقول؟ والله يهمهم يعني يرجعون لنادر الاتحاد يعني طالب الشيخة بميسل أن يرجع لنادر الاتحاد الجميع صراحة لأنه اتحاد كيان وعني حرام يعني لنادر الاتحاد زي نادر الاتحاد يعني ذلك المستوى صراحة يكون فيه نتكلاف يا وساما شكرا لوجوده شكرا للكابتن وسام المولد ومن قبله أيضا لكابتن ناصر الشمراني مع زميل النايف مشهور وضيف من جانب الاتحاد ومن ضيف نادي الشباب تفضل النايف شكرا زميلي رياض المزهر مباشرة لحديثناك كابتن أحمد بوعبيدو هو المنتقل حديثا للفريق الاتحادي كابتن أحمد يعطيك العافية جميل تلك المحبة من الجماهيرية لك الجميع يطلب تيشيرت أحمد ولكن خلينا نتحدث عن الخسارة اليوم ما أسبابها كابتن؟ وش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على كل حال يعني يعني في البداية حب أشكر الجمهور اللي حاضر اليوم يعني خياب نظامهم اليوم بس يعني إحنا قدمنا اللي نقدر عليه بس ما الله كتب يعني كان طموح الشباب تعرف الشباب ينافس على البطولة كان طموح أقوى وآساء وكان مصر على الفوز وكتبنا التوفيق وفاز علينا اليوم إن شاء الله المباراية الجاية يتحسن وضع الفريق ويترجع لعبة المنتقل في اليوم ويكتم بالفريق ونقدر نسوي شيء إن شاء الله كابتن بس عليك سؤال مهم ربما أنت حديثاً لانتقال لنادى الاتحاد في ظل الظروف الحالية لفريق الاتحاد وعدم استقال ربما الفني والإداري في نادى الاتحاد قد يسبب ذلك الصعوبة في مشوار كابتن أحمد بعبت مع نادى عميدة لندية السعودية لا والله بالعكس أنا جاي يعني أخدم بفريق يعني بهذه الظروف إن شاء الله أني أقدر أساعدهم وإن شاء الله أني أسوي شيء إن شاء الله السنة هذه أحمد غير عليك الجوة ما بين الشرقية والغربية والله فيه شوي بس أنت أعرف الشوق حقي لها البس وكذا بس الحمد لله يعني بالعكس الجوة في جدة هنا طيبة وحلوة وزي ما تشايف الجمهور يعني يعني واقف ورانا وإن شاء الله أنه يعني نسوي شيء إن شاء الله شكراً أحمد وهارد لك الخاصة يا ذكر الله حياك إذن كان ذلك حديث كابتن أحمد بوعباد مباشرة حديث مع النجمة